جوع وحصار وقمع وحرمان خوف وحرب وخراب ودمار قمع وبتش وسحل وسجن لا كهرباء ولا ماء ولا بنية تحتية فالجوع قرين الكفر والحصار سلب للحرية والحرمان هو العذاب والخوف يؤجج التوتر والحرب تأخذ الأحبة بلا رحمة والخراب مسكن للغربان والدمار يوقف عجلة التقدم والقمع يولد النقمة والسحل إهانة للكرامة وماذا يعني انعدام الكهرباء والماء في القرن الحادي والعشرين كل ما سبق صفة بسيطة لما يحصل في قطاع غزة المسلوب بفعل حكومة الأمر الواقع حال طال وطال معه الوجع والقهر بعدما يقرب سبعة عشر عاما على انقلاب حماس فبلغ الصمت حد الانفجار فخرج الناس في الشوارع بشكل عفوي طلبا للحياة وطلبا للعيش وطلبا للكهرباء وهربا من قيض الصيف وظلم ذوي اللحة فكل من يقول لا لحماس يأخذ نصيبه من التكفير والتعذيب باسم الدين الذي هو منهم براء إذا ما أخذنا ما نسب لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا شكرا 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 شكرا